أهلا بكم برج الميزان في القراءة العامة لشهر إبريل 2020 هنعمل إن شاء الله التوقعات العامة عن العاطفة العمل والمال، الوضع الصحي وكمان الدراسي فأتمنى أن التوقعات تفيدكم إن شاء الله يا برج الميزان فطبعا يا برج الميزان لو حضرتك كنت أول مرة بتشوف الفيديو أتمنى أنك تدعمنا بلايك كمان لو حضرتك كنت جديد وأول مرة بتشوف القناة يشرفني طبعا انضمامك لأسرة القناة بإنك تعمل سبسكرايب كمان اللي لي أي أسئلة أو أي استفسارات تحت الفيديو هيلائي وسائل التواصل الموجودة فخلونا نبدأ مع بعض إن شاء الله برج الميزان شهر إبريل 2020 أوكي هنا ده أنت يا برج الميزان الحبيب العمل والأموال والوضع الدراسي الوضع الصحي وهنا كرت للنصيحة الطاقة العامة بتاعتك زي إمبرور يعني أنت شكلك بتفكر كتير شكلك كمان شخص روحاني أو يعني روحانياتك عالية في الشهر ده مش قصة تدين وبس لا أنت بقيت شخص روحاني يعني ممكن تكون بتعمل تخاطر كتير بتتنبأ بأشياء وبتحصل أو بيجي لك رسائل من أشخاص والرسائل دي حقيقية أو بتقدر أن أنت تبعت رسائل لأشخاص بتعرف كمان أنك تقرأ الأشخاص اللي قدامك أنت متواصل جداً مع شخص معين أو بتبعث له طاقة شايف برضو أنت بتفكر في شيء بس أنت متردد نوعاً ما في شيء معين برضو شاغل تفكيرك بس أنت مش قيل لحد عليه ممكن يكون ليك مخططات سرية بينك وما بين نفسك ممكن تكون أنت بتتعامل مع شخص غامض أنت مبتعدين على فكرة مبتعدين وغالباً أنت مش قادر تفهم الشخص ده وأنت بتتواصله بس من خلال التلباس ومن خلال التواصل الروحي ما فيش أي تواصل فعلي ما بينكم تماماً يعني وإنت حاسس أن أنت في حواجز كتير قوي في علاقتكم دي يمكن كانت أون أوف في الماضي لكن سوري هي علاقة غير مفهومة بالنسبة لك يعني وإنت والشخص ده أنتو الاتنين تعبتوا من العلاقة دي على العموم دي الطاقة فخلينا نشوف الإراية هتقول لنا إيه أنا زي ما قلت لك أنت بتفكر كتير وفي عندك على فكرة مزيج ما بين العقل والروح يعني أنت في حاجات بتحسها بالروح من خلال أن أنت شخص روحاني وبيجي لك رسائل وبتربط ده بالتفكير العقلاني يعني أنت في عندك مزيج الرسائل اللي بتجيلك بتقلبها في دماغك وبتحاول إنك تحللها وبتفكر في كل حاجة ليه وإزاي وبتحسب كل شيء يعني وبتضكك في تفاصيل الأمور زيادة عن اللزوم يعني بتمسك كل حاجة كده بالورقة والألم أدفع حاجة بتمسكها وبتحللها وليه ده حصل وبتعيد شريط الزكريات وبتمسك كل موقف بتحلله كمان أنت يمكن منتظر الشخص ده يتواصل معاك ممكن تكون أنت بترقبه في صمت ومنتظر أنه هو يجي يكلمك أنت بتحبه قوي بس أنت مخبي مش مبين له ولا مبين لأي حد أن أنت بتحبه خالص يعني وإنت صارم معاه يعني ممكن تكون مصدر له الوش الخشب ومبين للناس أن أنت ولا فارق معاك وأن الموضوع انتهى لكن أنت من خلال الرسائل اللي بتجيلك ومن خلال تفكيرك أنت حاسس أنه هو هيكلمك وإنت في طاقة ترقب ممكن تكون منتظر منه ميسج أو منتظر منه مكالمة يعني طيب هل الشخص ده فعلا هيكلمك يعني إيه حقيقة مشاعره هل هيتواصل معاك هو متواصل معاك بالفعل بالروح يعني متواصل معاك جدا يعني حتى ده طالع برضو فتاقته هنا هو متواصل معاك جدا ممكن برضو الشخص ده يعني هو أكيد أنتو علاقتكم دي كانت فيها أبسانداون كانت أونوف كتير فالشخص ده تعب برضو وكمان هو تعبان في البعد اللي ما بينكم هو متواصل معاك جدا يعني ممكن يكون يعني بيحاسب نفسه أو بيعيد حساباته وما بينه وما بين نفسه وحس أنه ظلمك في شيء واحتمال آه هيكلمك أو هتسمع منه ممكن يجيب لك هدية يعني خليني برضو أأكد لك الحتة دي هل فعلا هيكلمك ولا لا بس أنا شايف أن هو بيفكر فيك وبيعيد شريط الذكريات هو كمان بس هو شكله تعب يعني لكن هو متواصل معاك جدا بيفكر يكلمك لكن هو مش هياخد خطوة دلوقتي هو لسه بس بيدرس الموقف وبيلاقي طريقة يكلمك بيها لأن تقريبا برضو هو لسه ما شافاش نفسه يعني ما قدرش يطلع من اللي أنتو مريتو بيه لسه لسه بيفكر ومطلعش لسه من اللي حصل ما بينكم فهو مدرك على الأقل إن هو المفروض يكلمك لكن هو مش مستعد للخطوة دلوقتي فخليني أشوف يعني الملايكة هتقول لنا إيه في الأسابيع القليلة القادمة فممكن بقى في نهاية الشهر أو الشهر اللي جاي يحصل شيء يعني بيقول لك حاول بقى أنك تفكر بطريقة مختلفة ممكن تكون أنت بتفكر غلط هو بيقول لك هنا الموقف هيتحسن فاطلع بقى من التفكير بشكل سلبي وما تفضلش تفكر كل حاجة حصلت لي وإزاي سيبها على الله الموقف هيتحسن لوحده في خلال الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله بيقول لك حاول بقى أنت تعيش روح المرح وتتبسط حاول أنك دايما تكون مبسوط وما تفكرش كتير لأن أنت برضو شكلك واخد الحياة جد قوي يعني جد قوي وحاول بقى أن أنت تفك شوية وتعيش شوية فرفشة وتتبسط الكارت ده برضو كارت برج الحمل فيمكن علشان الشمس في برج الحمل الشهر ده فإنت برضو عندك مواجهة فلكية من الحمل فممكن أنت تكون برضو متأثر بالمواجهة دي فحاول يعني أنك تلطف الجو شوية وتبقى دايما مرح ومبسوط علشان تلطف المواجهة اللي عندك دي طيب خليني بقى أشوف العمل والأموال والوضع الدراسي برج الميزان أنا شايف أن أنت معاك فلوس بس أنت خايف تفقد الفلوس اللي معاك دي سواء بقى كتير قليل المهم أنت عندك خوف من بكرة وخايف أنك تفقد الفلوس اللي معاك سواء بقى كانت كتيرة أو قليلة وبتفكر في بكرة وخايف من المستقبل وبتشوف أنت هتعمل إيه بالزبط في عندك حيرة شديدة ممكن تكون أنت نفسك أن أنت تحسن الكارير بتاعك أو بتسعى لترقية ممكن يكون في قدامك أبشنز كتير سافر وبيزنس وبوزيشن عالي وإنت في عندك حيرة أو صعوبة في الاختيار ممكن أنت كمان تكون بتفكر تعمل بيزنس بس معاك فلوس وعايز تعمل بيها بيزنس بس أنت مفيش في دماغك فكرة فإنت برضو محتار مش عارف تعمل إيه بالزبط أو عاوز تدور على شغل أفضل لكن مش عارف يمكن تشتغل إيه بالزبط ففي عندك نوع من أنواع الحيرة ماديا أنا شايف أن الحمد لله يعني أنت مش هتمر بضائقة يعني سواء كان اللي معاك قليل كتير فهو إن شاء الله هيكفيك لكن أنت بتفكر في بكرة بقى يعني الطلبة منكم اللي منكم بيدرسوا أموركم مشية تمام بس ما تدوشوا الثقة لزملائكم يعني ممكن حد منهم يخدعكم فحاولوا أنتوا يعني تتحروا الدقة وتتأكدوا من صحة كل حاجة بتتقلكم يعني دايماً المعلومات اللي تجيلكم تكون من مصدر موسوق يعني ما تدوش الأمان لحد أما صحياً فأنا شايف أن أنت في عندك زيارة طبيب يا برج الميزان في عندك زيارة طبيب ممكن تبقى بحاجات لها علاقة بالعظام أو بالرقبة المهم هي حاجات عظام معظمها أو وجع في الظهر علشان ما تعملهاش بشكل غلط ويتضطر إنك تروح لدكتور نصحتك هي إنك تكون أنت تكون أنت وتكون شخص متوازن كمان تعتازل ما يؤذيك يعني لو في أشياء بتؤذيك وبقالك فترة مستحملها حاول إنك تبص للأمام حاول دايماً إنك تكون شخص مبسوط ولو أنت في أزمات عندك بيقولك ما تفكرش فيها والموقف هيتحسن لوحده يعني إن شاء الله فما فيش أي داعي للألأ خليني برضو أخذ لك كارت من هنا بيقولك دو سامري سيرش أنت محتاج أن أنت تجمع معلومات زيادة عن الموقف الحالي وحاول أن أنت تدرس كل شيء قبل ما تاخد أي خطوة وإنت أصلاً بتعمل كده أنت أصلاً بتعمل كده بس حاول إنك تجمع معلومات صحيحة من مصادر موصوقة يعني طيب أقول لكم الأبراج عندي برج الحمل برج الميزان زيك برج الدلو برج الدلو كمان مرة برج الجوزاء برج التور فيه كمان برج الدلو برج الجوزاء حواليك طاقات هواية كتير قوي فيه برضو برج العزراء برج الأسد برج العقرب برج الميزان كمان مرة برج الحمل وبرج الحوت وكمان برج الدلو يعني عندك برج الدلو كتير قوي يعني الطاقات مائية ونارية وهوائية وترابية كل الطاقات موجودة فأنا هعمل دلوقتي قراءة المنفصلين اللي هما منفصلين بقى لهم فترة طويلة خالص أو مطلقين يعني الناس اللي هما مش عارفين بقى حاجة عن بعض خالص يعني وعاوزين يعرفوا إذا كان هيكون فيه تواصل أو رجوع لهذا الشهر ولا لأ هعمل كمان قراءة للعزاب علشان أشوف إذا كان هيبقى فيه حب جديد قادم في الطريق لهذا الشهر ولا لأ فلو انت مش هتتفرج معانا على القراءات دي أتمنى إنك تدعمنا بلايك وتقول لنا رأيك في القراءة إذا كانت انطبقت معاك أو لأ ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد إيه طبعا يهميني إن أنا نعرف رأيكم كمان اللي لي أي أسئلة أو أي استفسرات تحت الفيديو هيلائي وسائل التواصل موجودة فخلينا بقى نشوف برج الميزان هل يوجد رجوع للمنفصلين شهر إبريل 2020 أم لا خلينا نشوف ها هيبقى فيه رجوع أنت أصلا عايز تكلم الشخص ده رس الشخص ده يعني يا إما هو متغاز منك يا إما هو بيغيزك أو أنتو اللي اتنين يعني بتغيزوا في بعض وكل واحد حاسس إنه هو ضحية لكن أنتو بتحبوا بعض قوي وهيرجع لك الشخص ده هيتواصل معك طيب بالنسبة بقى للعزاب خليني أشوف هل يوجد حب قادم في الطريق لهذا الشهر أم لا هيجي لك عرض يا برج الميزان بس برضو أنت بتفكر في حد من الماضي فأنت أصلا حواليك ناس كتير يعني بس أنت مش عاوزهم مش عاوز أي حد منهم أنت بتفكر في شخص من الماضي وعاوزه ممكن ترتبط بحد جديد وممكن بعدها برضو الشخص اللي من الماضي ده هيرجع لك فإحذر إنك ما تكونش في علاقة سلاسية فدي كانت قرائتكم يا برج الميزان أتمنى أنكم تدعموني بلايك وتقولولي رأيكم في القراءة انطبقت معاكم أو لا ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد إيه طبعا يهلمني أن أعرف رأيكم كمان اللي لي أي أسئلة أو أي استفسارات تحت الفيديو هيلائي وسائل التواصل الموجودة بشكركم طبعا يا برج الميزان ويبقى أتمنى لكم السعادة والحظ الموفق مع السلام